شركة المصرية هورسا ينضم إلينا الخبير القانونية دكتور مصدق عادل بداية مرحبا بك دكتور في نشارك الثالثة لهذا اليوم ما هي أسباب خسارة العراق في قضية شركة هورسا المصرية بالتحديد دكتور وهي قضية قديمة منذ سنوات يعني ما الذي سيترتب على العراق برأيك السلام عليكم تحليل لك ولمشاهديك الكرام فيما يتعلق بأسباب خسارة العراق للقضية التحكيم مع شركة هورسا المصرية تعود إلى أكثر من سبب السبب الأول هو تثبيت بنت صريح في البنت 16 من العقد المبرض بين شركة هورسا والخطوط الجوية العراقية يتضمن اللجوء للتحكيم المسألة الثانية الجانب العراقي قد قام بتوكيل محامين مصريين وليس توكيل محامين عراقين وبالتالي هذا يشكل السبب الثاني السبب الثالث حقيقة هو وجود ضغوطات قانونية وسياسية ومالية على المحكم العراقي الذي دعته إلى تقديم اعتذار عن الاشتراك في قرار هيئة التحكيم لمرات عديدة إلى أن انتهى الأمر بقيام المحكمة الاقتصادية المصرية بإصدار قرار بإلزام رئيس هيئة التحكيم وكذلك المحكم العراقي بستير في الإجراءات ماذا سيترتب على العراق مستقبلا حقيقة نتائج وخيمة تترتب على شركة الخطوط الجوية العراقية باعتبر أن ألف مليار دولار أمريكي معناها أن الخطوط الجوية العراقية أصبحت في حكم العدم باعتبارها أكثر من شركة خاسرة ولهذا حقيقة التوجيه الذي صدر من وزارة العدل ومن السيد رئيس مجلس وزراء بإقامة دعوة قرار بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية قد لا يؤتي أكله باعتبار يعني باعتقادك دكتور ما هي فرص النجاح لهذا الفريق؟ 50% بالنسبة لطعن في بطلان قرار التحكيم باعتبار أنه قرار هيئة التحكيم لم يزر من المحاكم المصرية لكي تختص بالنظر به وإنما جاء تنفيذا سليما لنص المادة 16 من العقد المبرم مع الجانب العراقي لهذا نعتقد أنه الجانب القانوني مهم في هذه القضية لكن يتوجب على رئيس الوزراء أن يسلك الطرق الدبلوماسية والسياسية مع رئيس الجمهورية مصر العربية من أجل توحيد الجهود الدبلوماسية والسياسية مع الجهود القانونية من أجل إعادة الحال إلى ما هو عليه سيما إذا ما علمنا أن الخلل الرئيسي في التعاقد كان هو عدم تسجيل هذه الشركة لا في مصر ولا لدى مسجل الشركات في العراق فبالتالي العقد باطل ولا يرتب أثر قانوني وما حصل هو عبارة عن تواطئ بينهم مجير الخطوط الجوية العراقية آنذاك مع الدائرة القانونية الذين ساهموا في الإضرار العمجي بهذا المال والذي في حال استمرار هذا القرار معناه خسارة كبرى للاقتصاد العراقي طيب برأيك يعني هناك حديث سابق لم يكن من قبل هذه القضية من قبل الجنب العراقي لماذا أثير الدكتور هذه القضية بعد هذا القرار هل تتوقع يعني السؤال هنا هل تتوقع تدخل دول معادية أو قيمية لتحريك هذه الدعوة لمجرد قرارات أخرى لأوروبا والنوع ما حقيقة التجاه الأول طبعا الغير معلن قد يكون إلى أن هذا القرار صدوره في هذا الوقت بالتحديد هو لغرض تخفيف الضغط السياسي والإعلامي والجماهيري بخصوص قرار المحكمة بشأن عدم دستورية قانون اتفاقية خور عبد الله ولهذا فإن هذا القرار في هذا الوقت جاء ليوجه الأنظار من القضية اتفاقية خور عبد الله اتجاه قضية شركة هورس المصرية واضح نعم ولهذا حقيقة بالإضافة إلى أسباب أخرى أن التلكؤ الحاصل يعني حقيقة من 2011 الشركة المصرية بعد ما أنهت العقد شركة الخطوط الجوية بالألفين وخمسة وورا ست سنين تطلب التحقيم وورا 12 سنة يلا يزرح نهنان السائل اشكت صرفة الحكومات العراقية المتعاقبة وشركة النفط ووزارة العدل ووزارة النقل ومكتب الاستشارات القانونية للدعاوة الخارجية في الأمان العامة لمجلس الوزراء على هذه القضية لكي تأتي في بداية الأمر لا تستعين بالمحامين العراقيين من نقابة المحامين لكن عندما خسرت القضية تقوم بالالتجاء لنقابة المحامين لغرض استعانة بمحامين للترافع أمام القضاء المصري لهذا حقيقة يتوجه بتصحيح الإجراءات القانونية وكذلك تعزيزها بالإجراءات السياسية من أجل الحفاظ على المال العام الذي بلغ أكثر من ألف مليار دولار أمريكي إذن هذا الحديث للضغط على العراق لربما تبعد قراراته أو الضغط على قرارات المحكمة الاتحادية العودية في ملف آخر كيف يمكن للعراق تثبيت حقوقه الملاحي والمضي في هذه القرار في تصديق المحكمة الاتحادية يعني برأيك كيف ستتن ووفق المنصات الدولية الدستور العراقي واضح وصريح يكون قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات والسلطات تشمل داخل العراق وخارج العراق باعتبار أنه لا يوجد نصف الدستور العراقي يقول أن الاتفاقيات أعلوية على الدستور أو القانون الداخلي ولهذا هناك حل قانوني ودستوري بسيط للحكومة العراقية وهو أن تلجأ إلى التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات وفق الصلاحية الممنوحة لها وفق المادة 80 على 6 من الدستور العراقي وبعد إكمال التفاوض وإعادة الترسيم بما خلال تشكيل لجان جديدة من قبل الجانب العراقي سيصار إلى إرسال مشروع القرار بعد التصويت عليه داخل مجلس وزراء إلى مجلس النواب لغرض التصويت بأغلبية الثلاثين وفق المادة 61 على رابعا وبالتالي ينتهي هذا الخلاف الدستوري والفني والقانوني الحاصل بشأن الامتنع البعض عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية وبهذا نضمن أن الحكومة العراقية ومجلس النواب سيلتزمون دستوريا وقانونيا بجميع ما يصدر من القضاء العراقي من أحكام باتة وملزمة طيب دكتور هناك جزئية بهمة لدى الشارع العراقي حول ملف الملاحة في خور عبد الله هل تختلف الحقوق الملاحية في الميناء عن التنظيمية؟ يعني ما الذي سيكون إيجابية للعراق؟ حقيقة يجب أن نذكر أن هناك بعض الموانئ قد توقفت بإصدار قرار المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية الاتفاقية لكن يجب التأكيد على مسألة في الاتفاقية نفسها أن مسألة تنظيم الملاحة البحرية لا يعني ترسيما للحدود العراقية لكويتية المشتركة وهذا الأمر لم يتم الالتزام به ولهذا نحن نعقد الأمل اليوم على الفريق المفاوض العراقي الذي نأمل أن يكون فريقا جديدا غير الفريق السابق من أجل أن يقوم بإعادة الترسيم والفصل بين تنظيم الملاحة البحرية وبين ترسيم الحدود لكي يأخذ كل طرف سوى الجانب الكويتي أو العراقي استحقاقه التاريخ الثابت بالخرائط الأدميرالية العراقية وبالتالي نضمن تطبيق أحكام الدستور وعدم المساس بالسيادة المائية العراقية نعم من بغداد حدثنا دكتور مصدق عدل الخبير القانوني شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا